أنهت الجزائر الدورة الإفريقية للملاكمة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في صدارة الترتيب برصيد تسع ميضاليات منها أربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات وشهدت الدورة التي احتضنتها العاصمة السينيغالية داكار حجز الجزائر لخمسة مقاعدة في الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة العام ٢٠٤٤ وضمنات أهل كل من خليف حجيلة ورميس أبو علام وإيمان خليف عند السيدات بالإضافة إلى يوغورطة أي تبقى ومراد قاضي عند الرجال للإشارة فإن الجزائر ستكون الأكثر تمثيلا في الملاكمة خلال الموعد الأولمبي من بين الدول الإفريقية والعربية